طيب خليني أقول أرقام أفشا في أفريقيا أفشا لعب 14 ماتش أحرس فيهم أربع أهداف وعمل خمس صناعة أهداف أو خمس أسست وخليني أفشا يمع أهداف أفشا يا دكتور أحمد لأنه أهداف أفشا في أفريقيا أهداف ليها وزنها يعني أهداف كليها دور محوري يعني الناس طبعا كلها عارفة القضية ممكن يعني ماتش الجون التاني في ماتش الزمالك في نهاية أفريقيا ده الأشهر والأهم وكل حاجة زي ما أنتوا عايزين لكن ما تنسوش أنه أفشا ليه جون مهم جدا في ماتش الهلال هناك في السودان الماتش ده ساهم بشكل كبير في أنه الأهل يكمل مشوره في البطولة وليه جون في السمي فاينال أول هدف أحرزه الأهلي في مرمى الوداد في المغرب ده الهدف اللي فتح السكة وسهل المباراة علينا قوي ولما تسهلت المباراة هناك تسهلت علينا هنا وبالتالي أهدافه مؤثرة يمكن تكون مش كتير قوي لكن أنها يعني ليها وزنها وليها تأثيرها بشكل كبير طبعا بأفشا يمكن عليك وذكرت وقلت أنه سجل في الهلال في بره ملعبنا في السودان سجل في الوداد في المغرب سجل في نهاية أفريقيا قدام الزمالك بالتأكيد أهدافه مؤثرة جدا وبشكل كويس جدا وبرضو رسالة للجمهور أو لبعض الناس على السوشيال ميديا دايما ما نرفعش سقف الطموحات قوي على بعض اللعيبة يعني مثلا إيه محمد مجدي أفشا واحد من أفضل اللعيبة في مصرف على المستوى الحالي ولكن مش أفضل أعود أقول القضية ممكن القضية ممكن القضية ممكن وبعد كده أجي أول مع أول فرصة تضيع لا ده بطيء ده مش عارف إيه ما ينفعش ما ينفعش لازم يبقى فيه يعني لازم يبقى فيه توازن في الأمور لازم يبقى فيه ما ينفعش فجأة أعود بقى أرفع أرفع فوق اللاعب لفوق خالص لدرجة أنه في بعض المتشاط مثلا بيبقى أه تفكيره في التزديد عايز يكرر القضية ممكن ما أسرش على اللاعب دور إن أنا أدعمه إن أنا أحب اللاعب وكل حاجة لكن ما أرفعش سقف الطموحات قوي وبعدين هو منزلها مرة واحدة مش عشان مثلا ماتش كان غير موفق أو حاجة أو منزل سقف الطموحات ده يمكن دي الرسالة المهمة اللي بوجهها إن لازم يكون فيه توازن لا وفي النهاية فكرة التقييم يعني تقييم المرتبط بكل مباراة ده ما ينفعش يبقى اللعيب أعظم لعيب في التاريخ في المباراة وتاني مباراة يبقى اللعيب لا يصلح لارتدال يعني المية وتمانين درجة دي شيء مش منطقي مش طبيع ومش موجود وأفشة كمان بصراحة بيقدم مستوى كويسة ممكن أقول مستوى كان هايل هنا مستوى كان وحش هنا أجاد هنا أقفق هنا لكن فكرة أنك أنت أهم اللعيب في الفرقة وتاني مباراة أنت لا تصلح دي مش بتكلم على أفشة بتكلم في العموم بتكلم على إيه لعب دي فكرة مهمة جدا إن أنت لازم يكون فيه زيب اللي بقول لحدك لازم يكون فيه توازن التوازن إن أنا أشيد باللعب في بعض في الأوقات طبعا اللي بيتقلق فيها وفي نفس الوقت لما يكون أداة سلبي أحاول إن أنا أتعامه وجه له برضو النجد يكون نجد بناء